مساء الخير. هسا عندي هذا السؤال. هذا السؤال هكالي يرسم الشير والمومنت. اه طبعا اه اول شي بنوجد ري اكشن. الري اكشن انا اوجدتهم اخذت المومنت عند ايه? بحكي له انا هذا الواد مستطيل تركيزه راح يكون اه عشرة في اثنين اللي هي مساحة المستطيل. عشرة في اثنين هي عشرين. عشرين. وبالمنتصف لهي واحد متر. فبحكي عشرين في واحد زي ما انا عامل هون مع قارب الساعة سارب. ايو. عشرة في اثنين هي عشرين. في واحد اللي هي واحد. بعدين العشرين هاي في اثنين بتعمل. اه مع قارب الساعة برضو سارب عشرين في اثنين. بعدين العشرين في ثلاث زي اثنين خمسة. عشرين في خمسة. بعدين اه العشرين. عشرين في ثلاث في ستة ونص. اللي هي تركيز المستطيل هذا عشرين في ثلاث. ايو مستطيل كامل. عشرين في ثلاث. والمساء في ستة ونص لانه هذا تركيزه تركيزه على هو ثلاث قاعدته ثلاث. فتركيزه المنتصف على بعد واحد ونص فواحد ونص وثلاث آآ اربعة ونص واثنين ستة ونص وبعدين عشرة في سبعة بعدين في ثمانية بعدين الاربعين في عشرة بطلع مع الرياكشن اي مية وسبعة وشرين نص لما اخذ زيق ما افواي بطلع معي اثنين اربعة ونص هيك اجدنا الرياكشن. الثاني خطوة بدنا نوجد الشير. الشير احنا منمد من كل بدء كل نقطة او تغير في اللود او اي مكان منمد خط فمنمد خط من عند النقطة اي? ومنمد خط من عند النقطة بي لانه صار عندي لود. وعند النقطة صار في لود بغيق بحط خط. وعند النقطة صار في لود بحط خط وعند اي بمد quien وعند اف بمد خط لانه في لود او كانت غرفه على نهاية البن. بعدين بحط خط الصفر اللي هو في اللي فوق ما يوجب والتيحل صعب. حسا كافة درسون الشير بقول له انا هاي اثنين واربعين نص لفوق. ساهم لفوق اثنين واربعين نصف. فبطلع اثنين واربعين نصف خط مستقيم. بعدين في عندي لود مستطيل. لود مستطيل. فالشير بيكون لينيار. فبنزل عشرين. اثنين واربعين نص ناقص عشرين. بيعطين اثنين وعشرين نصف. يعني القيمة هون. اثنين وعشرين ونصف. اللي هي اثنين واربعين ناقص عشرين. بنزل كيف? بنزل لينيار. ليش لانه هذا مستطيل? بنزل لينيار. بعدين بنزل عشرين. بنزل عشرين بشكل مستقيم لانه لينير. لانه مركز. فبنزل عشرين بصير كم? اثنين ونص. اثنين وعشرين ونص. نقص عشرين اثنين ونص. بعدين في لودات هون? لا ما في لودات بظل ماشي خط مستقيم. هذا خط مستقيم يعني الشير هون اثنين ونص. بعدين بنزل عشرين. بتصير عندي سالب سبعتاش ونص. لما على اللي حاسبة كله بحسبه. بعدين آآ من سيلة دي في لود مستطيل مقداره عشرين في اثنين بعطين اربعين. يعني بنزل سالب سبعتاش ونص. سالب اربعين. بعطيني سالب سبعة وخمسين ونص. بشكل لينير لانه مستطيل. هذا لينير ب Noble ضعت شوي. سالب سبعة وخمسين ونص. بعدين بنزل عشرة بنزل سبعة وستين ونص. بعدين هذợ المركز مقداره عشرين. المستطيل مقداره عشرين في واحد. يعني عشرين بنزل عشرين. كيف بشكل المستطيع بشكل يعني سالب ستين نص سالب عشرين سالب سبعة ثمانين ونص بنزل بعدين في عندي مئة وسبعة وشرين نص يعني سبعة مئة وسبعة وشرين نص ناقص سبعة ثمانين نص يعطيني اربعين بطلع بخط مستقيم لانو مركز. بعدين اربعين بان الا والاف لا ما في رودات بظل ماشي خط مستقيم. بعدين اربعين بتنزلني للتحت. بتسكر الرسمة. فدعي من الشجر بطلع و بنزل. ولو في مثلا زي هيك ما بهمني بالسؤال. بس يعني بنتبه على شكل اللود بنتبه قديش انزل بنزل بمختار تركيز اللود او بنزل بمختار اللود المركز. عسا رسمت المومنت رسمت المومنت في عندي مليون طريق مش ناحية لها. مش مليون. بالاحرى ثلاث او اربع حسب الدكاتر اللي بشره. انا توسعت بالموضوع واكتشفت اربع طرق يعني مش كتشفت ادراسة اربع طرق. ففي عندي اكثر من طريقة. طريقة اسهل طريقة فيهم او مش بالاحرى اسهل. انه خلص بتجيبلي المومنت عالجاهز. بحكي المومنتيك بحكي الموج بفوق والسالب تحت. في دكاترة بحكو السالب فوق والموج وبتحت ما عندي مشكلة. بكل بساطة الطريقة بتحكي لي هاي. انتعي اشرح الطريقة اللي رسنتها هون انا بالصور على الكومنتات. باخذ المومنت عند ايه. على يسار ال ايه. على يسار ال ايه. في اشي على يسار ال ايه? لا. معناته المومنت صفر. يعني في لودات. في قطعة على البيم في سبورت في اشي في منبر لأ ما في اشي ما نهتو المومت عندي اي صفر واصلا اجبار يكون بما انه هذا مش فكست بكون المومت على الطرف صفر معروفها الاشي بعدين باخذ المومت عند بي للسكشن اي بي بس يعني زي كني قطعت الشكل وصار عندي البيم زي هيك يعني البيم صار عندي اي بي بلاحظ اي بي لو اخذت على يسارها على يسار البي ما عندي غير الرياكشن وعندي اللود المستطيل الرياكشن بيعمل لي مومت مقداره 42.5 في 2 مع عقارب الساعة بافرض مع عقارب الساعة موجب لازم اذا اخذت بهذه الطريقة باخذ مع عقارب الساعة موجب بحكي له 42.5 في 2 بعطيني مقدار بعطيني اي بيعطيني اي اي 85 بعدين اللود الموزع بعمل لي 10 في 22 في واحد في واحد بعطيني كم آآ سالب عشرين. فخمس وثمانين ناقص عشرين يعطيني خمس وستين. فقيمة المومنت عند بي مقدارها خمس وستين موجب. ليش نوطلع معي مع عقارب الساعة. فبوصل بينهم. كيف بوصل بينهم? اذا مستطيل بكون فبكون المومنت مقار. هذا مقار. كم مقدارها هاي? خمس وستين. مقدارها خمس وستين. ليش? ناخذ المومنت عند بي على يسار البين. بوخذ زي كنو هيك. اللود المركز يعتبر على اليمين مش على اليسار. فبوخذ انا عندي. بحكيلو اثنين واربعين نص في اثنين ناقص عشرة في اثنين في واحد. بعدين بوخذ المومنت عند سي بنفس الطريقة. في عندي اللودات اللي عندي. عندي الرياكشن. وعند اللود المستطيل وعندي العشرين. فبقول له. اثنين واربعين نص في خمسة. ما بوخذ في اثنين. لا انا اربعة لانه هاي ثلاث وهي تركيزها واحد هون واحد وثلاث اربعة اه بعدين هاي بتعملي عكس اقارب الساعة بقوله ناقص عشرين في ثلاث تطلع قيمة المومنت اثنين وسبعين ونص. كيف بوصل بينهم? اذا الشير ثابت معناته المومنت لينير. هذا لينير. طب اذا بديش احل بهاي الطريقة بطريقة المساحات بلاحظة هون المومنت خمس وستين بаю احكي انه هاي ثنين ونصف. ثلاث. سبعة ونصف في خمس وستين زاعة سبعة ونصف بقطيني ثنين وسبعون نصف. يعني في عند اكثر من الطريقة بل بقدر قدمج فيهم كلها في طريقة المعادلات في اكثر من الطريقة بس الاكثر هاي هاي اكثر طريقة. اثنين ونصف في هاي بيطلعي هاي. او باخد مساحة te في القاعدة بطلع لي خمس وستين نصف اي خمس وستين وثنين نصف. بعدين هس هون بأخذ المومات عندي هس المومات عندي لابدو أخذه هون في أشياء طويل لو أخذت من اليمين بنفع معي بأخذ على اليمين على اليمين شوفوا عندي لودات في عندي الاربعين وعندي الرياكشن وعندي المستطيل هاث المومات عندي اربعين في ثلاث طبعا إذا أخذت الجزء اليمين بأخذ مع أقارب الساعة سالب أربعين في ثلاث بتعطيني سالب مئة وعشرين ور اي في واحد مئة سابعة وعندي هون سالب اثنين ونوص لما أحسبهم على لي حاسب مع أقارب الساعة سالب وعكس أقارب الساعة موجب بعدين بوصل بينهم كيف بوصل بينهم شو هذا اللود مستطيل فالشير لينير في المومات مقر اغداره سالب اثنين ونوص بعدين ايه المومنتون لو بدي أخذ اربعين في اثنين اربعين في اثنين بتعمل لي سمانين طبعا بيعمل لي